اشتركوا في القناة الى ان تمكن تنظيم فلسطيني سري لم يعلن عن نفسه من اختراق المنظومة الاسرائيلية مستحصلا على اثباتات عن ضلوع تل ابيب في عملية اسقاط الطائرة وترك داعش تزهو بالتبني اختراق تنظيم سري فلسطيني للجهاز الاسرائيلي ما عاد امرا مستحيلا فالتقارير الغربية تتحدث من وقت لاخر عن نجاح الاستخبارات الامريكية والبريطانية في فك الشفرة الخاصة بالمنظومة الاسرائيلية وكشف نشاطاتها في عدد من الدول ومؤخرا اثبتت عملية تل ابيب التي قادها المناضل نشأة ملحم ان هذه الامكانية متاحة ولأسيما ان اسرائيل لم تعلم بها الا بعد مضي وقت طويل نسبيا ما كشفه التنظيم السري الفلسطيني يقلب كافة التحقيقات وفرضيات الخطأ التقني او البشري او عدم التزام مصر المعايير الدولية او حتى لوم بعض العمال او ثوء حالة الطيار النفسية اذ ان الحقيقة ابعد من ذلك كله فالمحضر الذي تكشفه الجديد يؤكد ان الطائرة الروسية لم تكن مدرجة في السجل الدولي المعتمد ولم يعرف خطو سيرها قبل شرم الشيخ وبعدها علما انها حلقت نحو ستة وخمسين الف ساعة قبل ذلك فاين طارت كل هذه الرحلات حتى ان المساد بحد ذاته كان يستخدم هذه الطائرة بالذات لخدمات نقل خاصة على فترات طويلة يعني ذلك ان المساد يفهم كل ما في هذه الطائرة من تقنيات دخل التنظيم السري الفلسطيني هذا اللغزة وتمكن من اختراق حواسيب اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية فتم اكتشاف ان اسرائيل فجرت الطائرة مستخدمة تكنولوجيات النانو النانو هي مواد متفجرة ذات تقنيات وتكنولوجيا متطورة جدا بمعنى ان انما يحصل الانفجار لا يبقى من اثر هذه المتفجرات اي شيء وبالتالي هي لاخفاء حقيقة من قام بهذا العمل هذه الطائرة غيرت اسمها بعد ان كانت مملوكة لشركة تركية وفي مدة تقرب من السنوات الخمس لم تقم الطائرة تحت الاسم القديم سوى بست رحلات فقط مع العلم انها تجارية واللافت انها منذ تاريخ الثالث عشر من شباط فبراير الفين وثلاثة عشر لم تسجل لها اي رحلة لكن كيف تم التخطيط للتفجير هبطت الطائرة في مطار شرم الشيخ والقنبلة مزروعة فيها عبوتها الناسفة مزودة بوحدة تفجير نائمة اي ان بطاريتها مطفأة زرعت العبوة في صقف منطقة الحقائب وليس في مقصورة الركاب وثبتت على الجسم الذي يربط بالجناحين بهدف ان تفقد الطائرة جناحيها حال حصول الانفجار المفجر هو حاسوب مجهز ببطارية تستطيع ان تعمل لمائة وثمان واربعين ساعة بشكل مؤكد ومهمتها المحافظة على الحياة في قطعة من الحاسوب تتولى استلام الاشارة فاذا استلمتها يشتغل الحاسوب واذا لم تصل فان الحاسوب يبقى مطفأا ونائما وبالتالي عندما يلتقط هذه الاشارة يرسل نوع من الاحتكاك للصاعق للمتفجرة ويتم تفجير المتفجرات في الطائرة تفجير الطائرة تم بواسطة اسرائيل التي هي مشرفة ولديها ما يسمى بالوحدة 8200 التي هي وحدة الامن الالكتروني المخصصة بالتجسس دخلت الوحدة 8200 الإسرائيلية المتخصصة بالامن الالكتروني على خط استلام المهمة وارسلت الاشارة الالكترونية إلى البطارية لإيقاظ التركيبة وتشغيل الحاسوب فيما كان ظورق اسرائيلي يرسو بالقرب من الساحل المصري مجهز لارسال هذه الاشارة والتأكد من استلام الحاسوب الاشارة والانتقال إلى مرحلة الاستعداد انتظر ملحول يخطبي لباس مدني موعد إقلاع الطائرة وعندما تأكدوا أنها غادرت موقعها أرسلت الاشارة وتم التفجير